أستاذ سعاد المرأة التي ستقدم علينا أهمية عزيز سلسل القيام تي بي او في المنطقة الشرقية خلطة مضة مشكورة أحبب بكم معنا في هذا اللقاء اليوم كما كتشوفوه مختلف شوية على اللقاءات اللي كتكون أكاديمية الهدف دي اللقاء اليوم هو بمثابة مقهى كما كلكم السيمو حمد شرح عليه بيلاتي مقهى في نسخته الثالثة اللي العنوان ديالها أهمية سلسل القيام وأثرها على المقاولات الصغرى الشيطان كما كان قال لكم في الأول الناس اللي كانوا حاضرين ما كانواش بالصدفة معنا إداريين اللي كيشكلوا لنا إكو سيستيم اللي كانواحضروا على المقاولات ما يمكنش تخدم بوحدك معنا الناس شركات كبرى اللي بشينا عند الباب ديالهم دقيناها وحاولنا نعرفوش منهما الحاجيات ديالهم معنا شركة الصغرى اللي شفناها درنامعها مشموعة من التكاويل حاولنا أننا نرفعوه من قدرات ديالها دونك اليوم تولد واحد مولود جديد من بين العروض ديال المواكبة المكاولاتية اللي هي فلاكسيون يعني كنحضروا اليوم ما شغي كنحضروا وكنت تعلموا شي حويش حتى يكون باور بواند ولا تسكن عندنا الكتاب ولا الصبورة وإنما اليوم بمثابة واحد النوعية ديال التعلم اللي كندوزو ميدانياً اليوم غادي نتلاقو مقاولين كبار مع المقاولين صغار غادي نتلاقو كمنظومة كاملين إن شاء الله باش نتعاونو نديرو يد في يد نرفعو بالمقاولات ديالنا وبمرضو ديال الشركة ديالنا باش تزيد القدام العنوان ديال اليوم ديال الماتش ميكين اللي هو نتيجة جاء أول مرة غادي يدخل إن شاء الله كعرض مواكباتي لكي يعاون المقاولين يرفلون من القدرات ديالهم التجارية لأن اليوم باش أنني نكون في السوق وباش نرفع الحصة ديالي من السوق ماشي كنجلس المقاولة ديالي وكنتسنى أنني نرفع مراقم المعاولات اليوم باش نكون تكون عندي مردودية كشريكة كبيرة ولا كشريكة صغيرة خسنا ديرو يد فيد علش درنا عنوان ديال سلاسل القيم لأن مفهوم ديال سلاسل القيم ماشي من خلال نطق دياله ست سيلة يعني هنا يا شريكة خاصة تعرف تفرق ماذاين الأنشيطة ديالها الأساسية والأنشيطة ديالها ثانوية لأن الشركة الكبيرة النجحة في العالم حاليا هي الشركة اللي تركز الوقت ديالها وتركز ديالها على المنتوج اللي هو أساسي أما الأنشيطة الثانوية مثل مثل تحتاج المناولين اللي غد يخدموا معها إذا نحن اليوم شركة الكبيرة اللي كي نحن في النظر ولكن اللي كي نحن على المستوى الجيهوي كتلقاها باش تجيب واحد المناول قصة تمشي حطان ضالبيدة يجي باش يخدم معها ولا تلقى فيه دوك الجودة اللي بغت هي اليوم قدرنا احنا مجموعة من المراحل وما زال إن شاء الله سنكمله لأن ما تشميكين المفهوم دياله والأساس دياله هي كيفاش نتلقاوا شركة صغر أنهم يرفعوا من قدرات ديالهم باش يلبيوا الرغابات ولا الحاجيات ديال الشركة الكبار ما تشميكين كي يجوز مجموعة من المراحل المرحلة اللولى هي أننا نمشينا عن شركة كبار اللي هما شي وحدين فيهم ومراهم هنا حاضرين غاي فهموا لاش كنا مشينا عندهم باش نعرفوا الحاجيات ديالهم من ناحية المناولة جينا احنا في نفس الوقت شبعية مقاولات الصغرى جدا خدات هذوك الحاجيات خدمت معهم مع المقاولات الصغرى واشجرتوا تكاوين كي لو لا ما كيناش الناس اللي كان دوزت معنا تكاوين تبارك الله شي 11 جروب ياك شنو خديته التكاوين شي واحد يجب نبدأ بمقاولات النسائية يلا يلا سيد رحضا لكم رحضا لحضور كاري أنا قربين أنا كنت من المحبوظات من الأولين لنخرجت مع جمعية مقاولة الصغراء جداً واللي كانت مستفيد من جموع الكتاوين اللي كانوا دبا من 2016 اللي ونا معهم والحمد لله يعني ساعدوني الزف 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 كيفاش نتعامل أصلاً ما كان نعرف بكين نتعامل مع المقاولة ديالي ولكن بفضل التكوينات اللي داروا معنا الحمد لله ورحنا مزالين كل نهار كي يجبوناك جديد وكل نهار كي نستبدوكتر وشكراً شكراً المقاولات الصغر باش يرفعون من القدرات ديالهم التجارية باش ليوم ولا غدام ليجكون شركة كبيرة هنا في المنطقة ديالنا ما تحتاج انها تطلع حتى تنكازة باش تجيب المناولين ارا كينا تكلفة ديال ترونسبور سيد اللي غايجي باش يخدم معها هنا ياخش سويبات اذا حتى تكلفة ديال العارض والديال الخدمة دياله غا تكون يعني غا ترتفع اذا ارطأينا اننا كبداية نديرو نخرطف هاد العمل اننا نجيبو شركة صغر نرفعوا من القدرات ديالهم وباش يلبيو اللغبات ديال كبار اه هنا كنكونو غا نرفعوا من ثلاث القيم هذا ما بين شركة صغر وشركة كبار وكينو اعود واحد اخر لما ننسوش لان الشركة بوحدهم ممكنش يخدمو بوحدهم والادارات الصاهرة على براميج وعروض ديال المواكبة المقاولاتية ممكنو مش يخدمو بوحدهم يعني هنا اليوم كان بمثابة واحد حدث اللي غايج معموين هاد الناس كاملين يتلاقاوا وباش انهم يتعرفوا على بعديتهم يحاولوا يحلوا المشاكيل ديالهم هاد شي كامل من اجل الرفع من المردودية ديال شركة ديالنا ومساهمة في الرفع الاقتصاد والتنمية دياله في المنطقة ديالنا